الجزء الثاني من الناس اللي في تركيا بيعملوا ايه بقى المفروض بقى عاديين بتخططوا وعملوا غرفة عمليات بقى لو صوار بقى وبتوقع قضية وبتوقع دعوة وبتوقع دين قاعدين بيرتبوا ومين والناس بتعمل ايه وايه يلا لا لا دول بيخططوا لنفسهم لمستقبلهم يلا بقى الشعب سير يا جماعة يلا احنا سمعنا انتم هتعملوا مصالحة مع مصر احنا خايفين احنا عايزين بقى لايه الجنسية التركية خدوا بعضهم مبارح بربطة المعلم وطلوا على سليمان سويلو وزير الداخلية ومبارح اعلام الاخوان اعلامهم هو اللي نشر الكلام ليه لانهم معين في بعض ادي الصور دعالا يا عم مشوف ادي الصورة ادي ياسين اقطاي الثعلب المكار او الثعبان الغادر وقادي اللهبل لطل حمزة زوبع وقادي ده نائب رئيس الجالية التركية المصرية في تركيا اسمه الشرباجي حسام الشرباجي اللي عليها اقاوين كتير يا ابراهيم لا ادعوه اللي اسمح عليها اقاوين الودة الودة بيعمل اعمال بطلة كتير هناك وطبعا ده البومبة ولا اسمه اللامبة ولا اسمه المؤخرة ولا اسمه ابولية ايمن نور ادي حسام الشرباجي مين ده يا ابراهيم ما عرفش شوفوا اللي لاهبل ده مين ودي ياسين اخطاي ودي حمزة زوبع ودول الجزد دول اللي انا ما عرفهمش من الحرس الماخلي موجودين فين المكتب ده فين ده مكتب وزير داخلية تركيا ياسين اخطاي سليمان سويلو ده واخدهم المستشار الرئيس بتاعهم جاهز معاد مع سليمان سويلو وزير الداخلية واخدهم عشان يشوفهم عايزين عايزين ايه عايزين مساعدة لا عايزين حاكتين بيقدموا له كشف حساب احنا عملنا ايه في مصر خلال الفترة اللي احنا فيها دي اهو ده ده زوبع وسليمان سويلو قاعد فرحان بتصور معاه يا فرحة امك بيك يا اسمه ايه واسمه ايه زوبع دهوقتي تلاقي ام زوبع بترقص ام زوبع تلاقي فرحانا سواء عايشة ولا ميتة بقى يعني الله يرحم الجميع لكن بقول الدحكة دي البلاها البلاها في الدحكة دي هو بتصور مع مين مع سليمان سويلو وزير داخلية تركيا اللي بتشتب مصر وبتهاجب مصر ليه لنهار في تركيا قاعد في تركيا اهو قاعد يتصور فرحان فرحان على خبته فرحان على هيافته اهو شايف الراجل بصوا يا مصريين اللي ولاد الغلابة اللي بيسمعوا كلام قادي زوبع اهدي البطل اللي بيدعوكم يلا نزله يلا نزله اهو قاعد شيك لابس بتروأ تمام مية مية قادي يا جمال ده زوبع بيشتمني بيقول انت عامل للنزام ان نزام النزام المصري ده انت عامل انهيء المصري ده انت بتطبل tank ان النزام مصري يا ابن مش حقيق يا الله انزهقت يا جماعة انا انا في مصر بالدي في بالدي تراب في belieدي بلدي انا بتكلم على belieدي بدافع على بلدي انا بزعل بلدي انا بغضب لبلدي انا بفرح بلدي لرئيس بلدي لوزراء بلدي لحكمة بلدي للناس المواطنين اللي في الشارع بقا انا بتحرق على اعلان بلدي انت على مين بقا انت على مين على مين والله العظيم يمارسون الدايذة هذا ديوس وانا اقول والله ديوس والله ديوس اللي بيعمل هذا العمل يتصور مع وزير خارجية وزير الداخلية التركية في قلب الوزارة الداخلية رايح تعمل اي وحسام الشربWhich رايحين تعمل اي وحسام الشرباجي رح يتعملوا ايه? عايزين يحلوا مشاكل. احنا عملنا يا جماعة عملنا ازعاج في مصر. ويخلينا الشرطة المصرية والشعب المصري يمشي على اطراف اصابعه. وعدنا ندعو للثورة وعدنا ندعو لمظاهرات. وعدنا نقلف فيديوهات ونغير صور ونعمل مش عارف قص ولازم. ازعاجنا الدنيا. الحق ولا سمعت. عايزين حقنا ناشف. ايه يا عم? احنا الانين تسلمونا للنظام المصري. لانه سمعنا ان فيه مصالحة. لو سمحت انا عايز الجواز السفر التركي. وفلانا عايز الجواز السفر التركي. دول القاعدة دي كانت سرية. حد بيعرف القاعدة وليه شوق انه خرابقة. رح اعلن على تويتر الصورة. خدناها لقطناها زي ما نقطها زميلي. ادي الصورة ادي الاجتماع مع نائب وزير الداخلية التركي في هدي الصورة اللي تجمع كل هؤلاء الخاونة. ده صورة دمغة المفروض نحط عليها اعلان يعني دول الخاونة الموثقين او قدامنا. فين? فقال بمبنى وزارة الداخلية التركي. بيعملوا ايه? بيقدموا كشف حساب عملنا ايه خلال الفترة اللي فاتت? وعايزين ايه? عايزين ان احنا عندنا الجنسين. شوفوا حسام الشرباجي قال ايه? ده حسام الشرباجي. ده وده يا ابني قلتلك هتلي فيه? عليه حاجاتها تعالي. يا جماعة هتولي. لقاء طيب واستقبال رائع جدا من مكتب وزير الداخلية التركي السيد سليمان سويلو في العاصمة انقرة على غرار مناقشة الصعاب التي يواجهها المصريون المقيمون على الاراضي التركية والوصول لحلول ان تساعد في تذليل هذه الصعاب بصفة نائب رئيس الجالية المصرية في تركيا توز فيك وفي تركيا وفي الجالية المصرية اللي في تركيا وفي سليمان سويلو. الجالية الاخبانية اقصدان طبعا اكيد يعني اكيد ما في مصريين محترمين اكيد. بس برضو يا ابراهيم معلش يعني متاخذنيش. ما فيش حد مصر يعني واد ناقي وبيور يعني يعني في تركيا دلوقتي. يعني ما فيش يعني إلا قليل إلا القليل